السلام عليكم اخواني اخواتي معكم قناة شيوات امولا كنت منى على الفيديو تلقاكم في اتام الصحة والعافية ان شاء الله وكنت منى لأول مرة كيزور القناة ديالي ميبخلش عليا بابوني والضغط على زر الاشتراك ليصلكم كل ما هو جديد وما تنسوش زر الاعجاب وإلا كانت شي ملاحظات كتتخلي واليا في الكومنتر احنا هنا باش نفيدو نستخدو ان شاء الله الوصفة ديالنا دياليوم ليه فطيرة مع مراب الخضر المقادير عنا جوج بصلات مشلدين جوج فلفلات مقطعين مكعبات صغيرة عندنا لدن مقطع الى مكعبات صغيرة ايضا وعندنا هنا واحد المعلعقة كبيرة ديال الهريسة شوية الملحة شوية السكنجبير شوية الليبزار شوية الخرقوم وواحد فاصل ديالتوم وعندنا هنا يا زيت باش غادين شحروا البصلة والفلفلة والدند بسم الله على بركة الله هنا اخذت المقلع ديالي ودرت لها الزيت الزيت كتبقى عينكم ميزانكم انا درت هنا يا زيت العود يعني زيت البلدية غادين نضيف لي هادوك الجوج بصلات اللي شلدنا من قبل انا هنا يا درت البصلة الخضرية لانها ديال وقيتها ديالا علش لا منستغلوش لوقيتها ديالا والبصلة الخضرية ضغيكة الدوب لنا في الحشو هنا غادين نخلط شوية الخاليط ديالنا ما بين زيت العود والبصلة وغادين نحك داك الفصل ديالتوم اللي درنا انا هنا درت واحد فصل ديالتوم يعني واحد الرأس ديالتومة انتوما الى بغيتوا تديروا جوج ريوصة يمكن لكم ما كان حتى شي مشكل وهنا يا غادين نزيد داك الجوج فلفلات اللي قطعنا مكعبات صغيرة جوج فلفلات كبار وغادين نخلط الخاليط ديالنا ما بين الفلفلات والبصلة مطابعة الحال باش تتجنس لنا العناصر فيما بعد من بعد ما تشحرت لنا الفلفلات والبصلة ديالنا غادين نزيدوا لدند اللي مقطع الى قطع صغيرة كيف ما كتشوفوا معنا في الصورة غادين نخلط جميع العناصر ديالي من بعد ما تشحر لنا لادند والبصلة والفلفلة غادين ندير لعطرية ديالنا شوية الملحة شوية سكنجبير شوية ديالي بزار وشوية الخرقون بلدي انا العطرية كندير احتل لاخر يعني حتى كتشحر لي الحشو ديالي عاد كندير العطرية وكانت في البوطة باش كتبقى ذاك البنة ديال العطرية كتبقى لي بنا كتعطي واحد البنة زوينة رائعة وهنايا غادين ندير ملعقة ديال الهريسة الهريسة كما قولت سابقا صنع منزلي بدون مواد حافظة يعني صحية مئة في المئة وغادي نخلط جميع العناصر ديالي وفي هاد الاثناء الحشو ديالنا طلب وفي هاد الاثناء غادي ندوزو نجنو العجينة ديالنا ان شاء الله بسم الله على بركة الله المقادر ديال العجينة عندي جوج زليف ديال طحيل الحرش اي الدقيق صلب مع مرنج عندي نزلطة ديال الفينو وعندي ملعقة كبيرة ديال الخميرة كيف ما كتشوفو عندي جوج معلق ديال حليب بودرة وعندي ملعقة كبيرة معامراش ممسوحة ديال سكر سانيدة وعندي خمرة حمرة وعندي شوية ديال الملحة وعندي الماء دافئ باش نجنو العجينة ديالنا ما يكونش بارد وما يكونش صخل الماء دافئ هنا يا غادي نخلط الطحين مع الفينو وغادي نزيد لي شوية ديال الملحة غادي نزيد لي سانيدة ملعقة كبيرة مسوحة وغادي نزيد لي حليب غبرة وغادي نزيد الخميرة ديالي وغادي نضيف خمرة حمرة يعني خمرة حمرة غادي نديرها كلها هاد الخمرة هي اللي كته الشيش لنا العجين كي يجير طب بزاف ومن بعد غادي نزيد جوج معلق كبار ديال زيت زيتون اي زيت البلدية وغادي نخلط جميع العناصر بسم الله غادي نجل العجين ديالي كيف المكة تشوفو غادي نجل وغادي ندرك العجين ديالي مزيان خاص العجين يكون مدلوك مزيان من بعد مسالة العجينة ديالي غادي نزيد واحد المعلقة ديال زيت البلد وغادي ندخلها في العجينة ديالي كيف ما كتشوفو معايا في الصورة ومن بعد ما ندلكت العجينة ديالي مزيان غادي نزيد واحد الملعقة كبيرة ديال زيت الزيتون باش ما تلصقش لي العجينة ديالي في القصعة وغادي نغطيها بالبابي سولوفان ونخليها ترتاح ونخليها حتى تخمر من بعد ما خمرت لنا العجينة ديالي كيف ما كتشوفو خمرات مزيان خاصة تكون علاها الشكل يعني ما تكونش قاسحة وما تكونش جارية بزاف غادي نحيد الهواء نخرج داك الهواء اللي كيكون في العجينة وغادي ندهن يديها بشوية زيت وغادي نشكل جوج كويرات كويرات يكونو متساوين ضروري ندهن يديكم شوية بزيت ومن بعد غادي نضيف شوية ديالي طحين على سطح العماد وغادي نبسط العجينة بالمدلك كيف ما كتشوفو غادي نبسط العجينة اللولة على شكل دائرة من بعد مسالة العجينة اللولة كيف ما كتشوفو غادي نلويوها على المدلك كيف ما كتشوفو راني نلويتها بشوية باش كل شي يفهموا كل شي ومن بعد غادي ناخد صينية ديالي اللي دهنتها من قبل بالزيت وغادي نحط دك العجينة اللي لويناها في المدلك من بعد قطعت كانوا شطوا لي شوية من الجوانب ديال العجينة قطعتها وفي هاد اللحظة غادي ندهنها بجوج مع القكبار ديالي مطارد وهنا خديت الحشوة ديالي وغادي نوزعها تهي على الفطيرة ديالنا كاملة كيف ما كتشوفو معايا في الصورة من بعد غادي نزيد زيتون مقطع من الفوق وغادي نبسط الكويرة الثانية على شكل دائرة من بعد ما بسط الكويرة الثانية غادي نديرها من فوق الكويرة اللي بسطنا في اللول راه كل شي واضح في الصورة يعني حاولت ما امكن باش نوضح نوضح لكم زيان باش كل شي يفهم هنا يا شطوا يدوك الجوانب كيف ما اللول قطعتهم هنا غادي ناخد الكويرة اللولة وغادي نديرها من تحت الكويرة الثانية غادي نبقى نسدهم باش ما تخرج لنش الحشو ديالنا من بعد ما شكلت الكويرة اللولة والكويرة الثانية غادي نبسطها انقذها في اللطة ديالي مزيان كيف ما كتشوفو من بعد خليتها خمرات شوية وهنايا غادي نديرها غادي نديرها أصفر البيض نزوقها بزنجلين أصفر البيض اللي وضعت فيه قطرات من الخل باش يحيدلينا داك سفورية البيض غادي نديرها الفطيرة ديالي كاملة وهنايا غادي نقطها على شكل متلتات باش يحطينا منظر جميل يعني هاد الفطيرة صدقوني كجيبنينا شكلا ومداقا وهنايا غادي نوزع الزنجلين ديالي انا الزنجلان عندي محمار انتو ما غايمكن لكم تديروا زنجلان عادي انا شعلت الفران ديالي من قبل بعد مسالة التزيين ديال الفطيرة ديالي بالزنجلان غادي ندخلها الفران والفطيرة ديالنا كيف ما كتشوفو هاي وجدات ما لسقات في اللاطة موالوغي اللاطة تكون عندكم دهونة مزيان بالزيت خاصة تكون على هاد الشكل يعني اخذت لنا الشكل التهبي غادي نقطع لكم واحد الطرف باش تشوفو الفطيرة كيفاش جات كما كتشوفو فصورة رائعة شكلا ومداقا تاول مداق رائع زمين كنصحكم انكم تجربوها واللي جربتها ما تبخلش عليها بالتعليق وزر الإعجاب دمتم في رعاية الله وإلى فيديو آخر ووصفة أخرى إن شاء الله